نحية تانية وحارس مرمى منتخب تونس قال نقطة الدنمارك أفضل من لا شيء أكد حارس مرمى منتخب تونس أنه هو وبقية اللعبين دخل مباراة الدنمارك مبارح لحظ نقاطها كاملة خصوصا أن هي المباراة الأولى لنصور كارتاج في مونديال قطر عشرين اتنين وعشرين وقال الحمد لله إحنا كنا جاهزين بالشكل المضبوط دخلنا اللقاء بهدف الفوز لكن اكتفينا في النهاية بنقطة وحيدة هي أفضل من لا شيء وقال الحمد لله قدمت المستوى اللي ساعدت بيه زميلي للخروب التعادل وإن شاء الله نكون أفضل في المباراة القادمة أمام أستراليا ونحقق الفوز لدعم فرص تأهلنا للدور الثاني وقال أجرينا التحضيرات اللازمة للدخول المونديالة من الباب الكبير ودخلنا في صلب الموضوع منذ بداية اللقاء كل اللعيبة تكتفوا للدفاع عن حضورنا أمام الدنمارك وخلقنا عديد من الفرص لكن الحظ يعني إدانا ظهره وتعادلنا وهي نتيجة تبقينا في السباق طبعا بنتكلم على منتخب تونس اللي برضو نتيجته يعني كانت مطمئنة إلى حد كبير إن شاء الله يكون قادر على تحقيق الفوز في الجولة القادمة من دور المجموعات ونتمنى طبعا نشوف أكتر من منتخب عربي بيتأهل إلى الأدوار الإقصائية وتحديدا بدور الستاشر من قطر عشرين اتنين وعشرين وكل الأعين والأنظار بتتجه في التوقيت الحالي إلى المنتخب المغربي اللي تقريبا في حوالي ساعة هيكون داخل أرض الملعب فيها أستاذ البيت علشان يفوض مباراة هماري في افتتاح مشواره اتجاه تحقيق إنجاز إن شاء الله عربي إفريقي بشكل كبير جدا ترجمة نانسي قنقر